فرق الكورة عندنا 2002 فرقة كويسة جداً والحمد لله كسبت جميع مباراة الغد دلوقتي 2005 فرقة وعدة وأعتقد أن دي فرقة النادي المستقبلية إذا مجلس الإدارة شافها برؤية أنه يلعب بها فريق أول احتمال كبير تبقية دي التعم الأولاني للفريق الكورة في النادي 2007 و2006 برضو فرق وعدة وعلى فكرة نسبة كبيرة جداً من الموجودين في الفرقة دي أبناء النادي وبيلعبوا بشكل حوالي ثلاثين كل الفرقة دي أبناء النادي عاملين إجراءات احترازية طبعاً عندنا هنا صلاة كتيرة في الخاصة التجمع وصلاة مدية نصر إحنا النادي أساساً أساسه صلاة لأنه هو أبطال عالم وأفريقيا في الكاراتيه وفي التايكوندو وفي كونوفو الععاب الفردية نادي الزهور بتماس بها من زمان ودي مش من أول سنين الععاب الجامعية دخلت تقريباً تلات فرق الكبار الرجال في الدور الممتاز فريق الطايرة في الدور الممتاز بقاله كذا سنة فريق الباسكت لأول مرة إنجاز لمجلس الإدارة السنة دي بعد أعتقد من إنشاء النادي أول مرة في الممتاز رجال فريق الباسكت وبيضم محترف أمريكاني فريق البنات برضو في الدور الممتاز فإحنا كل ده في الصلاة فالإجراءات الاحترازية إن إحنا بنحاول نخلي عدد اللعيبة في التدريب منقسمين ودي تعليمات للمدير الفني ومدير الفني بيعملها مع المدربينه التعقيم مستمر على مدار كل تامينة والأخرى بنمشي إجراءات الوزارة اللي هي نزلتها بالأكواد ودي اللي احنا شغلين على الفترة دي بنحاول إن إحنا نحافظ على صلاتنا عشان طبعا محافظة على الإجراءات الاحترازية هتدينا وقت كويس في التمرين إذا لقدر الله حد أصيب في فترة من فترات تعليمات مجلس الإدارة إن إحنا بنوقف الصالة أسبوع لغاية ما نعقم ونطمئن إن الجميع اللي عيبها سلام وبنرجع تاني نعود النشاط ترجمة نانسي قنقر